مشاهدين الكرام جاءنا هذا الخبر حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لسيامة مع اقتراب بحلول شهر رمضان المعظم وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم قيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيدة نيفين جاما وزيرة التجارة والصناعة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة للخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي للسراتيجي منها وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدتي وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة لسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل تدعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبعي وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المسلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبعي وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخمات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية وقد عرض المهندس طارق الملة في هذا الإطار مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والسحراء الشرقية والغربية فضلا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبعي كما استعرض السيد وزير البترول تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول على مستوى الجمهورية والتي تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة للسيرادية والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة خاصة مصنع انتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذي يهدف إلى إنشاء وحدة لانتاج الأسفلت بطاقة انتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت في اليوم فضلا عن مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور الذي يسعى إلى تعظيم انتاج المنتجات البترولية عالية الجودة بزيادة طاقة التكرير الحالية من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً عن طريق إضافة خمس وحدات جديدة والتوسع في بعض الوحدات القائمة إلى جانب مشروع مجمع انتاج السولار بشركة أسيوت الوطنية لتصنيع البترول الذي يستهدف إنشاء مجمع للتكسير الهيدروجيني للمزوت المنتج من معمل أسيوت كمادة تغذية لتغطية احتياجات الصعيد بالإضافة إلى مشروع انتاج الألواح الخشبية متوسطة الكسافة MDF بمحافظة البحيرة والذي يهدف إلى انتاج الألواح الخشبية من خلال استخدام 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام رئيسية للمشروع الأمر الذي يساهم في الحفاظ على البيئة والقضاء على التلوث الذي كان ينتج عن عملية حرق قش الأرز ترجمة نانسي قنقر